طيب فيه كلام آخر هل كان لوكيل خفير أجري دور في الفترة اللي فاتت هل كان لممدوح عيد أنا بقول بالاسمه هل كان لممدوح عيد أثر في الاختيارات اللي اختارها المدير الفني خفير أجري خلال الفترة اللي فاتت هل لأن ممدوح الحقيقة يعني أنا أعرفه وشخص محترم جدا ومعنديش أي مشكلة معايا ولكن أنا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة هل كان له دور في اختيارات المنتخب هل كان وجود أحمد أبو الفتوح وأبو جبل في المنتخب بسبب أن وكيلهم كان ممدوح عيد هل كان عدم اختيار رمضان صبحي أنا بتكلم مع حضراتكم منتهى الصراحة هل كان عدم اختيار رمضان صبحي بسبب أن وكيله نادر شوقي وهناك خلافات ما بين ممدوح وما بين نادر شوقي ونادر شوقي طلع لمح بهذا الكلام قال طبعا أنا عارف أن رمضان صبحي مش حيروح المنتخب علشان أسباب معينة بعيدة عن النواحي الفنية هل لأن هناك 14 لاعب 14 لاعب داخل المنتخب كان وكيلهم وكيل خفير أجري هل كانت الاختيارات دائما في مصلحة اللاعبين اللي وكيلهم هو نفس الوكيل بتاع خفير أجري أشياء كثيرة جدا ممكن نتكلم عنها ولازم نتكلم عنها ولازم نكشفها لحضراتكم لأن هي دي الأساس وهي دي الحقيقة وهو ده اللي حصل والحقيقة خلال الفترة اللي فاتت